ليست هذه السحب طبيعية أنها تراكم الدخان الصاعد من المصانع والمطامرة مخلفاتها الملوثة التي تحمل معها المرضى والسموم والاختناق هذا الطمر الصحي يأثر علينا بالأخص نحن المرضى المرضى القلب المرضى التحسس بالتنفس قسم عمارنا كبيرة بالعمر يأثر عليها حتى ترابي الذرات التي ترابي تسعليها عجب إذا هو طمر صحي وبهذا الشيء هذا الرياح الكريهة التي سببنا أمراض هواية وما أعرف الأمراض التي سببنا على ما سمعت من أحد المواطنين بأنه خلف الطمر الصحي أحد المواطنين توفى فنرجو من المحافظ أو المجلس البلدي أو البلدية أو كان من يكون مسؤول في محافظة زيالة أن يلقينا حل لهذا المكان يتحول إلى مكان آخر المخطط العمراني للمطامر يلزم أنشائها خارج المدينة وعلى بعد خمس كيلومترات على الأقل لكن وجودها داخل المدينة تسبب بازدياد الإصابة بالسرطان وضيق التنفس لدى أهل بعقوبة والمناطق القريبة من تلك المطامر وما يتساعد عنها من غازات تنبعث عنها غازات وأبخرة الحقيقة لها تأثير على صحة المواطنين وخاصة من خلال استنشاقها مثل ما قلنا أنه عملية احتراق غير كامل هي وهناك أيضا المواد التي تحترق التي داخلها في ضمن عملية الحرق أيضا تختلف هناك مواد بلاستيكية هناك مواد خفيفة هناك مواد مخلفات طعام وغيرها فأيضا عملية الاحتراق لكل نوع من هذه الأنواع إلا تأثير مضار مفوضية حقوق الإنسان رصدت عشرات الحالات ممن تضرروا نتيجة قرب المطامر من المدن والغازات السامة التي تنبعث منها محملين الجهات المعنية مسؤولية التلوث السحب البيضاء الذي تنبعث من هذه المناطق وهناك إصابات بعدة أمراض مؤشر لدينا وحسب المناشدات والشكوية وصلتنا من قبل المواطنين أن هناك ارتفاع ملحوظ في الإصابة بمرض السرطان والأمراض الجلدية الأخرى في المناطق القريبة من مواقع المكبات النفايات أمراض سرطانية وجلدية جراء دخان المعامل والمقالع التي تلوث سماء محافظة ديالة ولا بوادر بإنقاذ المدينة منها في عاجل الأيام من محافظة ديالة أمر العبيدي قناة الفلوجة